ماذا أفعل إذا واجهت رجلاً حاسداً أو قابلت رجلاً حاسداً معروفاً بالحسد وحصلت منه أشياء كثيرة هل أصله إن كان من صلة الرحم أم أقطع الصلة أقول بالله توفيق الحاسد لا يضر إلا نفسه وهناك شخص حاسد وشخص عائن الحاسد هو الذي يتمنى زوال الخير أو النعمة من عند غيره والعياذ بالله حقداً وحسداً والعائن بطبيعته لما ينظر هكذا فينصح العائن والحاسد أن يبرك وأن يذكر اسم الله إذا رأى ما يعجبه ونحطاط منه بأن لا نذكر له النعم المستجدة لا نذكر له النعم المستجدة ونكون حريصين على قول الأذكار وإذا كان من القرائب فنصله بالقدر الذي لا يحدث منه الحسد بأن لا نخبره على الأشياء المستجدة وتكون العلاقة هامشية نوعاً ما هذا إذا كان ذلك يقينياً أما إذا كان وسوسة أو ما شابه أو ظن فالظن لا يغني من الحق شيئاً ولا نسير وراء الأهواء والظنون فالأصل خلاصة المقام أننا نحصن أنفسنا بالأذكار ونحطاط بالاستعانة على إنجاح الحوائج بالكتماني أمام هؤلاء ثم ونتعامل بأصل الصلة دون الدخول في تفاصيل الحياة الشخصية لتوقي ذلك والله تعالى أعلم ترجمة نانسي قنقر